أكد محفظ القاهرة خالد عبد العال على عمق العلاقات المصرية الصينية الممتدة عبر التاريخ والتي زادت رسوخا خلال الأعوام الماضية وبدى ذلك في الزيارات المتبادلة بين البلدين جاء ذلك خلال لقاء محفظ القاهرة مع عدد من المسؤولين الصينيين وعدد من القيادات الحزبية والسياسية الصينية بمقاطعة خنان ومدينة تجامشو الصينية وأشار محفظ القاهرة إلى استضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في عام 2024 وقمة المدن الأفريقية في عام 2025 موجها الدعوة للوفد الصيني للمشاركة في هذه المؤتمرات المهمة رفيعة المستوى